تكوننا بتتكلم النهاردة يوم البيئة العالمية والتصحر هو العنوان الرئيسي للعالم كله النهاردة بيتحدث عنه أبرز مظاهر التصحر اللي بتعاني منها منطقتنا العربية وإزاي أو ما هي السبل الأفضل والأجدد والأذكى عالميا من أجل مكافحة هذه الظاهرة خلينا أقول الأول ما الفرق بين التصحر والصحاري الصحاري هي المناطق الطبيعية اللي هي ربنا خلقها أصلاً آه ما بتطلعش إنتاج يعني إنما التصحر هي أراد بالفعل منتجة وابتدت إنها تتحول إلى مناطق جافة أو غير منتجة وبالتالي التصحر هو مناطق زراعية كانت تنتج بعدش بتنتج لخلاص جافت والحاجة التانية كانت مناطق فيها مراعي والمراعي دي للماشية وكانت بطرع هذه الماشية وبتدت هذه المراعي يحصل لها مشكلة وتدت تدهور وبالتالي ده الفرق بين الاتنين طيب أسباب هذا التصحر إيه؟ أول نقطة تغير المناخ حتى بتعلم المناخ عندنا في أمطار في سيول في جفاف في درجات حرارة عالية حتى لو كان في مطر وفي سيول هيجرف الطربة وبالتالي مش حلوة أو يبقى في سيول برضو عشان الناس تقول إيه؟ تم المطر كويس ده هيعمل خصوبة للأرض لا المطر بالمعدلات الطبيعية بتاعته كويس لكن عندما يحدث السيل بيجرف كل معه الأخضر واليابس زي ما بيقولوا وبالتالي أيضا دي نقطة نقطة تانية الجفاف منشوف في مناطق كتيرة من العالم ببتدت يحصل فيها جفاف نتيجة قلة المية اللي موجود بالتالي تغير المناخ أحد الأهم الأسباب الحاجة التانية الرعي الجائر بعض الناس اللي هم بيشتغلوا على المراعي بيخلوا فيه رعي جائر يعني إيه رعي جائر؟ يعني ما بيبقاش فيه أي نبات أو حشيش موجودة في الأرض كلها بتتاكل المفروض أن الراعي ده بيسيب جزء من هذه النباتات عشان تنمو بشكل طبيعي لكن رعي الجائر بيقدي إلى هذه المشكلة النشكلة الثالثة التملح اللي بيحدث في الأرض نتيجة قلة المية المية لما بتشوف كده بعض الأراضي تليها عليها نقطة زي ملح أبيض نتيجة أن المية تبخرت وبالتالي بيظهر الملح وده تملح التربة خلاص أصبح التربة غير صالحة للاستخدام وكمان تآكل التربة كل دي مظاهر وكل دي أسباب لعملية التصحر الدول العربية تقريباً 90% من المناطق بتاعتها جافة وشيبي جافة وبالتالي هي بتعاني بالفعل من مشكلة التصحر بالنسبة لمصر احنا يمكن المناطق اللي بتزرع عندنا حوالي من 3% إلى 4% والباقي طبعاً احنا عندنا الصحراء الشرقية والصحراء الغربية لكن احنا برضا عندنا بعض المظاهر للتصحر ومنها مثلاً البناء على الأرض الزراعي طبعاً ده الدولة عملت قانون دلوقتي وتشريعات من منوع بنعم باتاً البناء على الأرض الزراعية وبتالي الدولة تاخد اتجاه أن هي تبني في المناطق الجديدة الصحراء أصلاً وبالتالي بتحط مرافق ونرضى الدولة بتهتم جداً بالمنية التحتية علشان توفى البنية التحتية لهذه المناطق يوم يبقى عندنا إكستينشن نسيب الأرض الزراعية بتاعتنا الخصبة اللي هي جات لنا من النيل عبر السنوات طويلة ونبتدي نبني في الصحراء وده توجه أو حل بتعمله الدولة دلوقتي علشان تحسن لنا من المناطق اللي هي الزراعة وتحسن من هذه المناطق وبالتالي الدولة مشى في هذا الملف كويس جداً إيه كمان يا فندم؟ يعني إيه الحلولة الأخرى اللي قدمتها الدولة بجانب هذا الحلق أو بجانب هذا التوجه؟ الاستنتاج أو استنباط أنواع جديدة من المحاصيل تدي إنتاجية عالية يعني أنت النهاردة لو أنت عندك أرض محدودة فلو قدرت بالهندسة الوراثية ومراكز الزراع وغيرها تقدر أن هي تستنبط لنا أنماط وبتدي بترمي إنتاجية عالية طبعاً ده حل من الحلول الجيدة بالإضافة طبعاً إلى تحسين خواص التربة بحاجات كتيرة عملها الدولة النهاردة في الملف درجة أنه فيه برنامج اسمه البرنامج الوطني لمكافحة التصح في مصر والتالي مصر ماشي في هذا الملف بشكل كويس جداً عشان نحافظ على وبالتالي إحنا سلوكنا بقى هو ده المهم سلوك الفلاح وسلوك المزارع وسلوك الناس فهذا مهم جداً نحافظ على المياه كمان طرق الري النهاردة إحنا عندنا الري بالغم فمصر برضو شغالة إن هي تحاول إن هي تعمل الري بالرش والتنقيط عشان تبتدي إن هي تحافظ على كمية المياه اللي موجود ترجمة نانسي قنقر